السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي مرحبا بكم من جديد في قناتكم وقناة أسرار الجمال الطبيعي للوصفات الطبيعية المجربة أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بألف خير إن شاء الله وصفة اليوم وصفة رائعة جدا للعناية بالقدمين لإزالة تشققات الأقدم والتصبغات والبقع بالقدمين وإزالة أعطار الحذاء وصفة رائعة جدا ونتائجها تظهر من الاستعمال الأول تعطي نتائج رائعة جدا ستصبح قدميكم ناعمتين رطبتين بدون تصبغات وبدون تشققات وبدون أعطار الحذاء فقط تابعوا معي الفيديو للآخر لكي تروا معي طريقة تحضيرها وطريقة عملها لكي تنجح معكم الوصفة وتعطيكم أحسن النتائج وأنا سأطبقها أمامكم لكي تروا الفرق بأنفسكم وسنحتاج لهذه الوصفة إلى مكونات بسيطة وسهلة جدا جدا ومتوفرة في كل البيوت وقبل أن أمر أحباء إلى مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها أتمنى منكم أحباء دعمي باللايك إذا أعجبكم الفيديو لتشجيع المزيد من الوصفات المجربة والمضمونة إن شاء الله فبالنسبة لهذه الوصفة سنحتاج إلى المكون الأول وهو صابون الضوف سنحتاج تقريبا إلى نصف صابون الضوف سنحضر مبشرة ونقوم ببشرها من الجهة الرقيقة للمبشرة يمكنكم استعمال أي صابون متوفرة عندكم في البيت صابون عادي لكن أنا أفضل استعمال هذه الصابونة في هذه الوصفة لأن صابون الضوف لوحدها تبيض وتفتح وترطب كذلك يمكنكم إذا كانت غير متوفرة لديكم يمكنكم أي استعمال أي صابون متوفرة عندكم في البيت سنقوم ببشرها من الجهة الرقيقة من المبشرة لذا الشكل وبعد ذلك بعدما نقوم ببشرها تصبح لهذا الشكل والآن سنحتاج إلى المكون الثاني وهو مشروب الكوكاكولا كما تلاحظون وهذا المكون الرئيسي في هذه الوصفة ولا يمكن الاستغناء عليه في هذه الوصفة أو تعويضه بأي شيء آخر فهذا دوره الأساسي مشروب الكوكاكولا في هذه الوصفة أنه يخلصنا من تشققات الأقدام له مفعول قوي جدا يخلصنا من تشققات الأقدام من الاستعمال الأول أول شيء سنحضر كاس رونا وسنضع فيها مبشور الصابون الضوف كما تلاحظون وسنضيف إليها نصف كوب من مشروب الكوكاكولا سنضيف تقريبا نصف كاس نضيفه إلى مبشور الصابون وبعد ذلك سنقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض كما تلاحظون وسنضعه مع النار هادئة جدا 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 حتى يدوب لنا الصابون تماما مع مشروب الكوكاكولا نخليط جيدا وبعد ذلك نضعه مع النار هادئة جدا مع التخليط والحرك باستمرار نقوم بالتحريك من حين إلى آخر حتى يدوب لنا الصابون تماما ويصبح لدينا خليط يكون قوامه على الشكل كريم كما تلاحظون وبعدما يدوب الصابون تماما بعد ذلك نقوم بإطفاء النار عليهم فتقريبا سنحتاج تقريبا إلى ثلاث دقائق من الوقت لكي يدوب الصابون مع مشروب الكوكاكولا تماما تقريبا فقط ثلاث دقائق كما تلاحظون يصبح على شكل كريم يصبح قوامه كريمي بعد ذلك سنطفئ عليه النار على هذا الشكل ومباشرة بعد رفعه من على النار وهو ساخن سنضيف إليه المكون الثالث سنضيفه إلى هذه المكونات سنضيف ملعقة من نشاء الضراء أو دقيق الضراء سنضيف ملعقة مملوئة والنشاء معروف أنه يبيض ويفتح لون البشرة سيساعدنا كثيرا لإزالة التصبغات بالأقدام وكذلك أثار الحذاء سنضيف ملعقة ونقوم بالخلط جيدا وهذه الأملية مهمة جدا لكي يدوب لكم دقيق الضراء مع باقي المكونات يجب عليكم الخلط جيدا أو يمكنكم الاستعانة بالطراب اليدوي الخاص بالكيك لكي يدوب لكم النشاء مع باقي المكونات وينسجم مع باقي المكونات بعد ذلك سنضيف المكون الرابع والأخير في هذه الوصفة وهي ملعقة من القهوة أي البن وليست بالقهوة سريعة أدوبان سنضيف ملعقة كبيرة مملوئة وسنقوم بالخلط جيدا جيدا فبالنسبة للقهوة دورها في هذه الوصفة أنها ستعمل كمقشر لإزالة خلايا الجلد الميتة والتي تسبب لنا التشققات بالأقدام سنضرب أصفرين بحجر واحد هذه الوصفة ستعمل كمقشر وفي نفس الوقت ستعمل كوصفة أو كماسك لترطيب وتنعيم القدمين بعد ذلك سأطبقها أمامكم كما تلاحظوا هذه القدمي سأقوم بتطبيقها أمامكم لدي تسببغات ولدي أطار الحداء كما تلاحظون ولدي كذلك تشققات بالأقدام لكن ربما لن ترونها في الفيديو لن تظهر لكم لكن يعني عندي تشققات وعندي كذلك تسببغات فهذا المشكل يعاني من الكثير الكثير مننا وتقريبا الكل يعاني من هذا المشكل والآن سأقوم بتطبيقها بنسبة لطريقة عمل هذه الوصفة تقومون بتطبيقها بحركات دائرية وركزوا على المناطق التي بها بقع وبها تسببغات وبها آتار حداء وركزوا كذلك على المناطق التي بها تشققات لإزالة خلايا الجلد الميتة منها قوموا بالدلك جيدا جيدا واستمروا بالدلك تقريبا لمدة خمس دقائق لتقشير القدمين جيدا وبعد ذلك ستقومون بلف قدمكم بكيس بلاستيكي أو كيس غذائي وتتركون هذه الوصفة كما تلاحظون نقوم بالدلك جيدا وركزوا على أي منطقة بها بقع داكنة وبها تسببغات وكذلك ركزوا جيدا جيدا على المنطقة التي بها تشققات نقوم بلف قدمنا بكيس بلاستيكي أو بكيس غذائي نقوم بلفه جيدا من فوق إلى تحت وبعد ذلك سنلبس جوارب تكون جوارب صيفية كما تلاحظون نقوم بلفه جيدا على هذا الشكل وبعدها سنقوم بلبس جوارب صيفية جوارب تكون رقيقة جدا جدا لكي لا تتعرقوا كثيرا فهذه الطريقة يعني رائية جدا ستساعدكم كثيرا كثيرا على الترطيب وتنعيم القدمين بعد هذا نقوم بغسل رجلنا بعد ترك هذه الوصفة تقريبا لمدة أربع ساعات يمكنكم وضعوها في الصباح وتركوها حتى تنهون أعمالكم المنزلية يعني قوموا بوضعها وقوموا بممارسة أعمالكم المنزلية وتركوها تقريبا حتى منتصف النهار كما أعمل أنا وبعد ذلك قوموا بغسل قدميكم بالماء الدافئ وبعد ذلك بالماء البارد وكما تلاحظون ستلاحظون فرق كبير جدا جدا والله وصفة رائع جدا ومن الاستعمال الأول تزيل التصبغات وتزيل البقعة الداكنة وتزيل أطار الحداء وتزيل كذلك خصوصا تشققات الأقدام والتي تسبب لنا الكثير من الإحراج كما تلاحظون أنا من الاستعمال الأول والنتيجة أمامكم يعني كل التصبغات والأطار الحداء والبقعة الداكنة تختفي من الاستعمال الأول والتشققات كذلك تختفي نهائيا وإلى الأبد النتيجة أمامكم يعني لن أحتاج أن أشكر لكم الوصفة كثيرا فالنتيجة تظهر لديكم أمامكم نتيجة رائعة جدا أنصحكم بتجربة هذه الوصفة بعد ذلك بعد غسلها تقومون بترطيب أقدامكم بأي زيت متوفر لديكم زيت زيتون أو زيت الورد أي زيت عندكم زيت الليمون أي زيت تريدون استعماله يمكنكم استعماله وترطيب أرجو لكم به أو يمكنكم ترطيب رجلكم بالفاصلين فبنسبة لي هذه الخلطة كذلك فسبق وضعتها في قناتي فهي خلطة سهلة جدا تحتاجون إلى القليل من الفاصلين ودم الغزال القليل فقط العكر الفاسي نقوم بخلطهما جدا وبعد ذلك تضعون القليل فقط في القدم يعني فقط لكي تعطونا إحمرار طبيعي للأرجل كما تلاحظون يعني وصفة نتائجها مبهرة جدا وستلاحظون فرق كبير جدا جدا وستعجبكم النتائج إن شاء الله من الاستعمال الأول استمروا عليها مرة إلى مرتين في الأسبوع بنفس الطريقة فالنتيجة يعني من الأسبوع الأول من يعني مرة واحدة في الأسبوع فهي كافية ستحصلون على نتائج لن تتخيلوها أبدا أبدا يمكنكم كذلك هذه الوصفة وضعوها على المناطق الحساسة بين الفخدين في كامل الجسم ويمكنكم كذلك وضعوها على بشرة الوجه لكن لا تتركوها كثيرا من الوقت يمكنكم فقط تركوها لمدة ثلاث دقائق فقط وبعد ذلك قموا بغسلها قموا بعملها على شكل مقشر لمدة ثلاث دقائق فيتوحد كذلك لون البشرة وتزيل الإزميرار وحروق الشمس فهذه الوصفة يعني مجربة وتعطي نتائج مبهرة جدا جدا من الاستعمال الأول أنصحكم بتجربتها ومشاركتها مع أصدقائكم وأحبائكم ليستفيدوهم أيضا لأنها وصفة تستحق التجربة يمكنكم كذلك استعمال هذه الوصفة كما قلت لكم تحت الإبطين وفي المناطق الحساسة فهي تبيض وتمتص السواد ولو يكون سواد قديم ستمتصهم من الاستعمال الأول يمكنكم استعمالها على كامل الجسم يمكنكم تركوها حتى أربع ساعات إلى خمس ساعات بنفس طريقة القدمين لكن بالنسبة للوجه أنصحكم بأن لا تتركوها أكثر من ثلاث دقائق لأنها تحتوي على الصابون والصابون لا يجب علينا تركوه لمدة طويلة على بشرة الوجه إذن كانت هذه وصفتنا لليوم أتمنى أن تكون قد فادتكم وأنا لتعجابكم وأن تجربوها إن شاء الله ولا تنسوا أن تكتبوا لنا نتائج تجربكم إذا جربتم الوصفة ولا تنسوا أحباء إدعمي باللايك إذا عجبكم الفيديو لتجي على المزيد إن شاء الله من الوصفات المجربة والمضمونة وأنا إن شاء الله سألقاكم في فيديو قادم مع وصفة جديدة واكتبوا لنا تعالقكم الجميلة سأكون سعيدة بالرد عليها ومرحبا بكل تساؤلاتكم إذا كانت عندكم تساؤلات بخصوص الوصفة اكتبوا لي تعليقاتكم وسأجاوب عليها كلها إن شاء الله وهو إلى اللقاء إحبائي في وصفة قادمة إن شاء الله